ولأن عالم التحديات مفتوح على المفاجآت أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة تجيل 715 حالة عنف أسري في العراق خلال الأسبوع الماضي مقابل 510 قضايا للمخدرات مشيرة إلى عدد طالبي النجدة وصل إلى نحو 5000 حالة مع فض ما يقرب من 900 مشاجرة وألقت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية القبضة على أربعة إرهابيين ومتاجرين أثنين بالمخدرات و45 متهما بقضايا متنوعة في صلاح الدين وكاركوك ونينواء والأنبار والبصرة